رغم مطالب الحرفيين وأهالي منطقة كوفرنجا ومنذ سنوات بتصويب الأوضاع المتردية للمدينة الحرفية للاستفادة من خدماتها التي أنشئت من أجلها إلا أن الواقع لتلك المدينة ما زال يرزح تحت واقع مرير يحد من آمال أبنائها المتعطشين لتشغيلها مشكلة كهرباء ما فيهاش مدينة كهرباء حسابنا كلفنا ألف دينار للمحلات عندنا خدمات صحية ما فيها مي ما فيها حراس ما بدأوا مش نهيا والمسؤول عن الحراس ما شفناهوش ولا طل عليهم وأمان ما فيهاش انسرقنا قبل فترة ولحد الآن ما صرناش لا نتيجة المدينة الحرفية فيهاش لا كهرباء فيهاش صرف صحي فيهاش خدمات الله مصلى الله سيدنا محمد حتى حاويات فهم ما فيه ولا فيه أي عناية خالص مرة وحتى حراس ما فيها فقدان وسائل السلامة العامة والتصدعات الحاصلة في جدران المخازن المهجورة وعدم ملاءمة مواصفاتها وسوء البناء وغياب وجود الأسوار المحيطة بالمشروع وعدم توفر حراسة من قبل البلدية التي تمتلك المشروع ما زالت تقف عائقا أمام الاستفادة منه حتى الآن يا سيدي بشكل عام من الناس ما بتنزل هون أول شيء السار المخزن غالي ثاني شيء المنطقة مقطوعة من هون يعني ما فيه خدمات خلان نحكي مثلا سواء ماركت أو بقالة أو أي شيء ما فيه أي خدمات نيائية ثاني شيء مواصلات لهون للمدينة الحرفية ما فيه كمان مثل ما تشايف هون كمان عندنا الكيبلات بين ظاهر ما فيه خدمات أو سلامة عامة للمتواجدة للكيبل هات وثاني شيء غلط موجود هون ما حدا قام يورد علينا لا رئيس البلدية لا مدير المنطقة ولا أي حدا وأنا عانيت مع هذا الاشي كثير راجعت البلدية أكثر من مرة لرئيس البلدية مدير المنطقة لا حياة لم تنادع عليها ويبقى المشروع الذي يعاني من ضعف في البنية التحتية والبالغ تكلفته ثلاثمائة ألف دينار ينتظر من بلدية كفرنجا الإسراع في تصويب واقعه حتى لا يبقى في قائمة المشاريع المتعثرة في محافظة عجلون ويسهم في الحد من الفقر والبطالة بكل فا بلغت مئات الآلاف من الدنانير أنشئت المدينة الصناعية في منطقة كفرنجا قبل خمس سنوات لتشمل 22 مخزنا غابت عنها الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء الأمر الذي حد من مقوماتها كمدينة صناعية تستقطب أهل المنطقة من منطقة كفرنجا زيد خليفات المملكة